موسيقى موسيقى مرحبا بكم في موقع سافركم وفي موضوع جديد برنامج حكامة وظيف جديد الموضوع الجديد يتعلق بالتعدد اللغوي والثقافي في المغرب بين الإقرار والتدبير لماذا التعدد الثقافي؟ لأنه كما نعلم أنه منذ على الأقل أواخير سينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية صدرت عدة قوانين وأعلانات لهاصلة بموضوع التعدد نذكر مثال إعلان اليونسكروبش أن تنوع التقافي في 2001 إعلان العالمي للحقوق التقافية في 96 والإعلان العالمي للتنوع واتفاقية باريس حول تنوع التعبير التقاف في 2005 وأيضا في 2007 تم تعيين خابير مستقل هي خابيرة في الحق مستقلة للأمم المتحدة في مجال الحقوق التقافية هذا من ناحية القانونية من ناحية الفكرية نحن نعرف بأن التعددية التقافية واللغوية إما أن تكون موضوعا للتعيش وإما أن تكون موضوعا للصراح وأنه في كثير من الدول عاشت صراعات متعددة بسبب هذا التعدد ولهذا لا يكفي إقرار التعدد بل ينبغي التفكير أيضا في كيفية تدبيره من أجل نقاش هذه القضية بأبعادها المتعددة سعداء باستضافة باحث زاوجة بين الأمرين أي بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية المؤسسية يتعلق الأمر بالدكتور إحيال شطا دكتور إحيال شطا من الباحثي للشباب المتميزين في المجال متخصص في اللسانية الاجتماعية والتخطيط اللغوي وباحث في الأمازيغية وصدرت له كتابات أهمها دراسات في الأمازيغية والثقافة وكتاب مهم جدا هو الأمازيغية من خلال وطائق مرجعية بعنوان له دلالة مهمة ومسيرة ولا بد من الوقوف عندها مساهمة في تعزيز الوعي القانوني والثقافي لتملك واعي للقضية كلمة تعزيز وتملك واعي احتجان إلى مناقشة كما سيضور بيننا إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا من ناحية العملية السيشوطا اشتغل في موقع رسمي وهو مستشار لرئيس الحكومة يعني 2017-2021 حكومة الأستاذ دكتور سعدين العثماني وكان مكلفا بهذا الموضوع بالضبط بتدبير موضوع الأمازيغية والثقافة مرحبا بكسيشوط شكرا جزيلا دكتور جمال الاستضافة مرحبا طيب سنناقش معكم هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور كما جارت العادة في هذا البرنامج ولكن أبتدئها بسؤال أول فيما تعلق بعنوان كتابكم هذا الذي مهم في الحقيقة الذي هو الأمازيغية من خلال وطائق مرجعية مساهمة في تعزيز الوعي القانوني كلمة تعزيز ألا تعني أنه لا يوجد وعي قانوني وتملك وعي للقضية لماذا كلمة وعي ولماذا كلمة تعزيز وعطينا فكرة على الكتاب طبعا شكرا جزيلا مجددا دكتور جمال الاستضافة بخصوص الكتاب وروادني الفكرة لما كنت أشتغل مستشعر لرئيس حكومة فلم نكن لدى المهتمين حتى المهتمين بالموضوع الأمازيغية لم يكن لدي الكتاب ربما يعطي تصور قانوني وتصور لكيف مرت الأمازيغية بالمغرب منذ كما يعني في الكتاب فهو شمل منذ 1916 إلى 2021 فمن هنا يعني جاءتني فكرة إذا أشتغل وأجمع كل وثائق هذا طبعا لا يخفي عن ذلك العنوان كما وقفتم عنده العنوان الفرعي للكتاب له دلالة لأنها التعزيز الوعي التقافي والقانوني بالقضية هو الذي سيدفعنا إلى تملك واعي لأن الانتماء لقضية ما دون أن يكون لدينا فهم لها ممكن أن يؤدي بنا إلى أمور ربما لا تكون دائما جيدة فالأمازيغية كباقي موضوعات التقافة والتعدد اللغة والتقافية تحتاج إلى تملك هادي بعيدا عن التشنج وهذا موضوع الأمازيغية للأسف الشديد كانت فيه تشنجات وكانت فيها ردود فعليا لا تفسيرتها في سياقها التاريخي وسياقها السياسي ولكن الرئيان الآن هو أن نملك الجيل بطريقة فاعلة وهادفة لكي تكون له القدرة للإسهام الفعال والواعي في هذه القضية من هنا جهة الفكرة فالكتاب يضم تقريبا مختلف كل النصص القانونية والتنظيمية التي صدرت منذ 1916 في زمن الحماع إلى 2021 كل ما علاقته بالأمازيغية سواء في مجال التعليم أو في غيرهم المجالات مما سيمكن المطلع للكتاب إلى أن يفهم كيف تطورت هذه القضية إبان الاستعمار الذي لأحد أن يخفي كيف كانت نوايا في هذا المواضيع وفي غيرهم المواضيع المتصلة وكيف يضبرناها في دولة ما بعد الاستقلال من هنا فكرة الكتابية هذه هو نوايا يجمع وبينها في كل نصص القانونية والتنظيمية أنا سألتقط من كلامكم جملة قلتم في طرح الحماية والكل يعرف النوايا من خلال طلاعكم أنتم على هذه الوطائق وطائق في طرح الحماية ما النوايا التي بدت لكم على الأقل من خلال السكنة أو دراسة هذه النصص؟ ولو أنني أعرف أنك الآن في مرحلة أولى هي التوطيق ومرحلة تانية ستأتي للدراسة نعم ولا شك أن المستعمر كانت له رغبة للسيطرة على مفاصل المجتمع والثقافة هي أحد أهم لمفاصل يمكن من خلالها إخضاع أي شعب فلا شك أن المستعمر كان وعي بهذا الموضوع فكان يشتغل على ورقة الأمازيغية من أجل أن يخرق بهذا النسيج المجتمعي الذي كان صحيح في تاريخنا وهناك أمور تضخمها بشكل أو بآخر ولكن عموما هذا لا ينفي أن المستعمر كانت له هذه الغاية فجند أنواع من الأمور جند مثلا الباحثين الأكاديميين لهم يعني الكون الليانيين صحيح أن جودة الأعمال كانت تتسم بنوع من الرزانة والعمق ولكن كانت من أجل يعني يعطى فكرة لصناع القرار من أجل أن يفهموا تركبة المجتمع المغربي فمن الأمور التي أثارتني في الكتاب هو أنني وجدت ما يسمى بكوليج أزرق اللي هو في أداء أزرق أولا الأمر كان سينشأ في تيزنيد فوجدت مرسوم نزع الملكية ليتم بناؤها كانت تسمى المدرسة الفرنسية البربارية هكذا كانت تسمى فوجدت أن بادي الأمر كانت ستكون في تيزنيد ولكن لم تكن فأنا دائما بعض الأصدقاء اللي هم يعني مهتمين بالتاريخ أقول لهم لا بد من البحث مثلا في هذه الحياتية لماذا وقع هل هناك مقاومة مثلا في المنطقة أدت بالمستعمير إلى أن ينقل هذه الاندراسة من تيزنيد إلى أزرق فهمية الوثيقة التاريخية هو هذا وأنها تفتح لك آفاق للتساؤل وربما تمنى أن يجي باحث اللي ربما قد يشعر في الموضوع ويصبر أغوال روايات التاريخية المرتبة في الموضوع لك ربما يعطينا فكرة كيف كان هذا الموضوع في لحظاته مهم جدا هذا الكلام ويمكن كما قلت باحثين آخرين يشتغلوا على هذه الوطائق من زاوية تحليلية وزاوية نقدية الآن سنتكلم عن واقع تعدد التقافي واللغوية في المغرب ما مظاهره؟ ونعرف أن دستور لمملكة 2011 هو الذي شكل طفرة نوعية في رسم معالم جديدة لتعدد اللغوي والتنوع التقافي في المغرب لا شك أن الدستور لما جاء وقبله خطاب جاية الملك في مارس 2011 الذي أعلن فيه التعديد الدستوري وذكر بأنه سيتم هذا المشروع الدستوري سيأخذ بعين لأطبال التعدد اللغوي والتنوع التقافي في المغرب ولا شك وأنا دائما أقول ويأني سبقا كتبت هذا في بعض دراستي أن المشرع المغريبي كان دقيقا في رسم معالمها التصور عموما نظريا في دباجة الدستور لما تحدث على أن المغرب دولة متعددة الروافض والمكونات وميزة بين الروافض والمكونات ويعني رسمها عموما بشكل مفق إلى حد كبير في أنه رسم معالم فالتعدد اللغوي والتقافي في المغرب هو أنه لدينا لغتين رسميتين اللي هي العربية واللغة الأمازيغية ولدينا تنوع يعني المكونات التي هي ثلاث مكونات أساسية التي هي المكونات العربي الإسلامي والمكونات الأمازيغية وعندنا المكونات الصحر والحساني وعندنا روافض وربما عدم الوعي حتى بهذا الروافض وبالمكونات يطرح إشكال وأنا نبهت في واحد من المقالات إلى أن تقرير المجلس الوطني الحق الإنسان الصادر في 2022 خلط هذه المفاهيم وفي حق الإشكالية أن نجد مؤسسات مثل هذا مؤسسات تكون مرجعية يعني لا لازلت تخلط بين المكون الرافض فلذلك نحن عندنا تعدد لغة وتقافي ولكن يحتاج إلى تدبير لأنه له كلفاء وإن لم يضبر بالشكل الكافي ربما قد تكون له إشكالات وتكون له آتار جانبية سنعمق النقاش في موضوع التدبير المؤسسي الرسمي ولكن مدنتم قد ذكرتم الدستور وتصدير الدستور الذي يتكلم عن مكونات العربية والإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية وعن الروافض الأمازيغية والأندلسية والعبرية والمتوسطية أيضا ولكن لابد الآن أن أتير معك مسألة ولو أنها سابقة تدبير كل هذا الإقرار هذا الإقرار جيد ولكن أنت عندما تتكلم عن رافض عبري عن رافض عبري لم تحدزه هل هو لغة أم ثقافة ندخل أمام إشكال قد يطرح مستقبلا وقد بدأ الآن البعض يتير هذا الموضوع أنه قد يطالب البعض حتى العبرية تدرج ضمن ليس الروافض ولكن ضمن المكونات ونصبح أمام تعدد طبعا إضافة إلى الحسانية وهذا الإقرار بالتعددية سيقابله مطلب تدبير مع ما له من إقراءات سنشير إليها لاحقا صحيح هي الإنسان المطلع والمتابع لتفاعلات يعني هذا الموضوع ربما قد يلمس ولكن إذا رجعنا إلى الدستور فلقد أن الدستور حسم يعني الإشكال فإذا المشهد اللغوي لدينا لغتين رسمية للدولة ولما ذكر يعني الروافض هي مقرونة بالبعد التقافي وبالشخصية التقافية للملكة وليس البعد اللغوي فحينما تحدث عن رافض العبري كمثلا الأندلوسي والمتوسطي لأنه لا يمكن كما يقال أعمال العقل هي مجزعة لعبة لا يمكن لأحد الآن أن يقول بأنه مدام هناك عنا رافض أندلوسي سيتم تدريس يعني الإسبانيا لا هذاك رافض من روافض لإغناء التقافي للمملكة المغربية التي امتدت عبر التاريخ لذلك الرافض العبري هو مرتبط ولكن يراد الخلط فيه أما هو عندنا نتحدث عن رافض عبري يهودي باعتبارهم جزء من نسيج تقافي للمغربي أما الحديث والتوسيع في أعداد من الأمور وإلا كثير من الناس الآن تريد حتى الدرجة أن تصبح دراج ولكن تتعرف سيشوطة أنه دصور أو مسيرة الدصور أي دصور يتخضع لما قبل الدصور وزمن الدصور وما بعده وما بعد تصبح هي ما قبل لماذا؟ لأن فيها مطالب ماذا ما قد سمى الإقرار فلماذا لا نتوقع مطالب بما فيها الموضوع الذي يتعلق بالأندلوسية التي يمكن أن تكون الثقافة القوطية بشكل عام واللغة الإسبانية لماذا لا؟ لماذا لا تظهر في أما لأغراض قد تكون نبيلة وقد لا تكون نبيلة صحيح لهذا هو الإشكال هو هذا صحيح كما أشرتم هو عين الصواب هو أنه لا يكفي فقط أن يكون لدينا دستور وإقرار ولكن لا بد أن تتسبيع أمور ومستلزمات هي التي تفسير هذا الموضوع ومن جملة الأمور المهمة وأن الدستور تحدث عن أن لا ستكون مؤسسة وطنية تسمى المجلس الوطني اللغة والتقافة المغربية وبالفعص در قانونها الإطار 014 ولكن الحدثة لم يتم تفعل المؤسسة لأن هذه المؤسسة باعتبار لها مؤسسة مرجعية في تدبير شأن اللغة والتقافية من شأنها تطرح هذه الأفكار وحتى إذا ترح هذه الأفكار تطرح في سيق مؤسساتي يمكن أن يستجمع النقاش أما إذا لم يكون الذين تطير من الدولة في هذا الموضوع ستطرح الأمور في كل جانب وربما قد لا تكون الدولة في كل لحظاتها قادرة على أن تضبط هذا الموضوع لذلك الانتقال من الإقرار في التدبير إلى التدبير هو أمر مهم ويستلزم كثير من الأمور حتى لا يخرج النقاش وينفلت وليكون موضوع طراء وغناء ولا يكون موضوع تفريقى وتشريد وغيره من الأمور هو تكرسوا المجلس الوطني اللغة الذي هو وارد في الدستور ولكن الآن تخلنا في العقد الثاني من إقرار الدستور من 11 إلى 24 ولم يفعل ولم يعني يتم الإعلان عن تأسيسه في نظاركم هل لكم تصير معين للأسباب لأنك أعيشت من داخل التجربة الرسمية للتشارة هو تم البد في هذا القانون التنظيمي يعني في الحكومة الأولى بعد الثالث ولكنه تأخر في الحكومة ولكن تأخر الموضوع في البرلمان حتى جاءت الحكومة التانية وكان رئيس حكومة وصرح بهذا في الجلسة عامة في المجلس النواب كانت حول سياسة اللغوية التقفيف المغريب صرح بأنه رغم أن الموضوع يتجاوز الحكومة وهو في يد البرلمان وكنه سيقوم بمساعي وهي التي توجد في 2019 إلى أن خرجها القانون التنظيمي إلى حيز وجود ولكنه 2019 إلى الآن يعني مرت خمس سنوات للأسف شادي لم يتم وهنا مسؤوليات أولا رئاسة الحكومة باعتبارها يعني التي تدبر يعني أو تنسق العمل الحكومة بشكل عام ومسؤولية لا 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 اسمه وزارة التقفيف صحيح هذا موضوع فيه تقاطع بين اختصاصات المالك باعتباره والذي يعين رئيس المجلس وكثير من الشخصيات سواء يعني في الهيئات الأخرى كالذو ولكن لا يمنع من أن الحكومة يعني تأخذ مبادرة وتقترح الملف وعلى أقل تناقشه من جانبها كحكومة من أجل إخراج هذا المجلس إلى حيز وجود والذي تأخره ربما قد يعني تقول له كلفة لربما المغرب في غنانعه والمغرب يعني لابد أن يستغل هذا التنوع الذي قرره هو نعتقد بأن موضوع تعدل اللغة والثقافي يفترض أنه جزء من السياسة العامة التي تصرف في السياسات العمومية ولا في السياسات الخاصة القطاعية إذن معنا يفترض أن تكون هناك استراتيجية كبرى للدولة في هذا المجال ولكن أحيانا يبدو كأن جهات رسمية لا تقدر الكلفة الممكنة الكلفة المجتمعية والاجتماعية والسياسية والحضارية وتضامن لحمة المجتمع في تدبير موضوع مثل هذا لأنه ليس موضوعا سهلا ليس موضوعا ثقافيا صحيح وموضوع أساسي صحيح وقد أشرت إلى أمر مهم كنت أشير له وهذا تمييز بين السياسة العامة والسياسة العمومة والسياسة القطاعية فأنا في مداخلة شاركت بها مع الجامعة الصيفية في أقادير في إندوى دولية كان هذا موضوع الوارقة التي تقدمت هو كيف نستعيب نستعيب لكي نوطن هذا التدبير التقافي في تقاطعات هذه السياسة فكما أشرتهم السياسة التقافية واللغوية هي ليست سياسة عمومية وليست سياسة قطاعية سياسة عامة صحيح ونعرف أن الدستور يعني في فاصل 92 لم تخوني الدكرة ينص على أن الذي يتدول في السياسة العامة للدولة هو المجلس الوزاري تحترق أسد جالة المالي باعتبار رئيس الدولة يعني فتدبير هذه القضية لا يجب أن نعتبره كملف عادي كما ندبر أي ملف من المسؤولة القطاعية وإنما هو ملف استراتيجي يجب أن تأخذه الدولة على مستويتها من هنا تأتي مسؤولية رئيس حكومة وربما احتى المشريع الدستوري في أحد قرارات المحكمة الدستورية أو لمجلس الدستوري سابقا في إبان نقاش النظام الداخلي لمجلس النواب كان تم اقتراح في الصغاء أن رئيس حكومة في المجلس العامة التي تعقدها في المجلس النواب المستشري يمكن لبعض الوزارة أن يدلو بتضيحات فالمشريع الدستوري منع الوزارة أن يتقدموا وقال بأن هذا اختصاص حاصر إلى رئيس حكومة من هنا جاءت هذه الأهمية وللأسف الشديد ليست كل النخاب التي تدبر الشأن العام واعية بهذا الموضوع فالآن نرى بأنه تدبر هذا الملف التقفاء يدبر كملف قطاعي حتى الأهمية لله في التسلسل في الأجندة الحكومية ربما قد يكون في آخر وهذا غلط وهذه الخطورة حينما ندبر مثل هذا الملف التقفاء بمنطق الإطفاء وبمنطق العجلة تنتج كواري فنحن نعرف أنه إقرار تعدد العوجة في سياق الرابع الديمقراطي والحراك الذي عرفته المنطقة فكثير من النخاب يعني تحتاج إلى كيف تمتص غضب الشارع وغيرهم الأمور ولكن لا تكون لديها ندراء لما بعد الأمر فمن هنا جاءت الفكرة التي أشرت بيها مهمة هو لا بد للنخاب الدولة وللدولة عموما أن تعي بأن هذا الموضوع ليس موضوعا عادية عدم الشغال عليه بما يقتضيه من حكمة ومن أمور قد يؤدي إلى كوريد ونحن نرى كثير من الدول يعني نسيجها المجتمعي تم تفتيته بسبب أمور اللي ربما لم يكن فيها واعية ولذلك لا بد وأن نأخذ العقلاء من كل جانب لأن المتطرفين من الجوانب التطرف لا يصنعوا التاريخ تطرف عموما هذا المسألة سي شطاء هي توحي لنا بنقاش دولي مهم جدا يتعلق بمنظرين اعتبروا أو دافعوا أو الأطروحة الأساسية لهم هي هذه هي أنه كيف يمكن تفتيت مجتمعات معينة بمدخل إما يسمى حضارة وإما يسمى هوية حضارية وإما يسمى هوية تقافية وشير مثلا إلى بيرنر لويس وشير إلى سامويل هنتينكتون وغير ذلك من الأمر معنا أن المسألة ليست مجرد طرف فكري أو اختيارات أهواء أحيانا قد تؤدي إلى نتاع السلبية ولذلك الوعي بها من القبل المسؤول ضروري ومهم جدا وأساسي صحيح لا شك لا شك أن هذا الموضوع هو ليس موضوع طرف وليس موضوع فقط يعني صحيح هناك حقوق أحيانا قد تدخلوا وغير ذقافية ولكن تستبطن وراءها ما تستبطنهم نعم بسطن في إطار الصراع العالمي حول يعني مراكز القرار وهذا فهي تدخل بهذا الموضوع من أجل يعني تنفيذ أنجدت لها فإذا الوعي بهذا الموضوع وهناك استراتيجيات يعني كبيرة تشتغل في الخفاء من على هذا المواضيع تشتغل بطول نفس يعني هي لا تشتغل بسرعة وإنما تشتغل بطول نفس لذلك عدم الوعي بهذا الموضوع من شأنه أن يقحم الإنسان في هذه الحسابات اللي ربما قد لا تكون يعني في مصلاحة البلاد نحن المغربي الحمد لله يعني عشنا في تاريخ ممتد يعني من التعدد وذبرنا هذا التعدد اللغوي والتقافي بشكل يعني مكن البلاد أنها يعني لا نعيش صراع هوياتي صراع لغوي وصراع عرقي ولكن عدم الوعي لأن الأسف الشديد لأن يتم الاشتغال على يعني مناطق التوتور ومناطق الخلاف ويتم يعني تصعير يعني تصليط الأضواء حولها من أجل تضخيم الموضوع والابتعاد به عن الأمور التي مشأنه وهذا حتى في زي يقول الفعل ورد الفعل صحيح أنه مثلا في الموضوع اللي ربما تعمل بشكل أكبر الأمازيغية الرعي الأول الذي كان يشتغل الأمازيغية كان واعي بهذا الموضوع فلم يكن له أبدا أي مشكل مع الهوية العربية الإسلامية في المغرب بل العكس كان يعتبرها مضغطرة ولكن توالت الأمور وجاءت أجيال اللي ربما ترى في كل ما له علاقة بالعربي الإسلامي عدو وهذا غير صحيح لأنه تتناول العربي في المغرب لا نتناولها كمنطق عرقي ولا أدى ولكن بمنطق حضاري صحيح أنه عندنا وشائج ننتمي إلى حوض حضاري كبير اللي كان فيه الدين الإسلامي وكان فيه الحضارة يعني فيه المكون العربي حاضر فلذلك عدم الوعي بهذه الأمور من شأنها أن يوقعنا في مطبط اللي ربما ندخلو في صراعات للمغرب يعني في نهاية 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 شكرا لذلك الكلام سليم وأنا قرأت بعض الكتابات التي تتحدث ليس عن المغرب ولكن بشكل عام تتحدث عن من تسميه عملاء الهوية المغلقة أو عملاء الهويات المغلقة إما بوعيين وإما أحيانا بدون وعي أنت تخدم استراتيجيات معينة دولية دون أن تعي ذلك لأنك تخلق خرقا كوة وحتقب في المجتمع بيت نتكلم معك هنا على التدبير لهذا الواقع الذي تم إقراره دستوريا في المغرب باستثمار تجربة تاريخية والحضارية للمغرب ولكن من زاوية أخرى هو تأثيره على الاقتصاد لماذا؟ لأنك عندما تقر تعدد أنت مضطر إلى أن تترجم أن تترجم مثلاً أي وثيقة تصدر بالعربية يفترض أن تصدر بالأمازيغي ويفترض أن تصدر بالفرنسية أيضاً ولو أنها ليست دستوراً هذه الكلفة الاقتصادية في التدبير هل مستوى الترجمة يتم استحضاره أم لا يتم استحضاره؟ هو هذا أنا الموضوع لأطرح هذه التي نقشتها كانت موضوعها والتعدل اللغوي المغرب والأطر نظري والمقاربة التفسيرية جزء من المقاربة التي استضرتها هي المقاربة الاقتصادية للتعدل اللغوي هذه لم تنشرها سيشو طالب لا فقط أنا أشتغل عليها من أجل طبيعة في كتاب يعني مستقل والذي لحظته هو أنه النقاش أو لحتى يعني مدبر الشئ العام في المغرب لا غير واعي أساساً بهذا لكلفة الاقتصادية فالتعدل اللغوي هو صحيح قد يكون مصدراً من مصادر الدخل والأطراء المجتمعي ولكن قد يكون في جانب آخر ولا شك هو يعني مجال للإنفاق الكبير وما نتحدث عنه بالكلفة والفائدة بالكلفة والفائدة نعم صحيح فلا شك أن إقرار التعدل اللغوي التقافي له كلفة مادية على مستوى الدولة وسيكون فإذا لم يكون لدينا رؤية واضحة ومن هنا يعني تأتي الإشكال أنا لما أتبع الآن في البرلمان نقاش حول المثل الميزاني الفرعي لمزارة التقافة تحس بأن هذا المواضع هي غائبة تماماً عن هذا النقاش حتى كثير من الناس المهتمين بالموضوع غائبة نقش التقافة من زاوية الأمر التقني ترميم بنايا لها أميتها لا ننكرها ولكن نستهي كل شيء في التقافة فعدم الوعي بهذا الموضوع من شأنه أن يوقع الدولة في كثير من الأمور لأنه لأن ما توقع بأنك تعدد دير أو التقافة الدولة ملزمة على باقي الدول لأن تستثمير عن استثمار الضخم لحد الساعة نحن في المغرب أعتقد أننا بعيدون على هذا الوعي ولكن من هنا تأتي الأهمية استدماج البعد الأكاديمي وتلاقوح من هنا جاءت الأهمية المناظرات التي كانت يعني تعقاد في سنوات خلت في المغرب الستينيات والسبعينيات والثمانينيات تلك المناظرات أهميتها هو أنها تمزيجه بين يعني مدبر الشأ العام وأصعاب الفكرة للأكاديمية من أجل تقريب ولكن الأسف الشيء هذا السنة يعني غابة تحت الإعلام العمومي نرى بأنه مثل هذا النقاش لا يكون دائما في حاضرة بالشكل الذي يطلب فلذلك يعني لا بد من ناقوس ودق جارس على الدولة وعلى حكام الدولة ينتبه إلى هذا الموضوع لأنه ستكون له تبعات يعني لقدر الله بعض المحللين السيشطة والباحثين يطرحون السؤالا مغرضا مغرض معناها أراشي أهداف أخرى يقولون إن الذين يتحدثون عن الحقوق التقافية واللغوية يهدفون إلى أشياء أخرى لماذا؟ لأنه أنت عندما تقول الحقوق التقافية يفترض أنك أدرجت فيها اللغة فإذا لماذا تخصيص اللغة؟ لماذا تقول الحقوق التقافية واللغوية مثل ما وشأن مجموعة من الإعلانات وفق ما قرأت قبل قليل هل توافقون على هذه الفكرة؟ هو عموما أنا يعني لا أتحمس كثيرا لهذه النظرية التي ربما تقرأ دائما الأمور من زوية نظر أنها غير بريئة وهذا لا شك بأنه نظرية المؤامرة هي من الحزم سؤد لا أنا عندي واحد الفكرة بسيطة ولكن يتبلي عند وجهتها أنا تنقول بأن أكبر دليل على المؤامرة هو إقناع الناس بأنه لا توجد مؤامرة التخطيط هو مؤامرة أنت تخطط لشيء ما صحيح وتخطط لمصالح ما جهات أخرى تخطط لمصالحها هذا شيء مهروف ومتداول ويدخل في باب الصراع أو باب التدافع كما يقوله لا شك كما يقال بأنه من الحزم من الحزم هو أضضن ولا شك أن هذا المنتظم الدولي وهو يقر هذا السقوك الدولي أو الوتائق لا شك أن فيه جهات ربما قد تستغلها من أجل أغراضها نعم هذا يعني استغلت بلدان استغلت خاصة في هذه المناطق المناطق لا يسمى منطقة الجنوب أو لها الإفريقية وهذا تستغل هذه الورقة التقافية واللغوية من أجل فرض واقع لربما ليس دائما يكون يعني صحيح فالمهم بالنسبة لنحن المتاكة المغرب هو بالفعل هذه الوتائق الدولية وبهذا السقوك هذه والآلية الدولية تضمان أو تعطيه إمكانية الاستفادة ولكن بالحضار لربما قد يجعل الموضوع يعني ينفلت يعني من يد الدولة هذا هو الأهم هل توجد سياسة لغوية وتقافية في المغرب ليس للأسف الشديد وما أتحصر له وأنه إبان يعني لما كنت مستشار رئيس حكومة كنا يعني كان البرنامج حكومية تضمن يرسى استراتيجية تقافية وطنية كان في البرنامج حكومية كنا اشتغلنا مع وزارة التقافة ويعني حتى في تلك الفترة كانت وزارة التقافة أطلقت يعني طلب عروض من أجل يعني اختيار يعني مركز دراسات أو يعني الخبرة من أجل نواكبها في إعداد استراتيجية تقافية الأسف الشديد لا أعرف أين وصل الملف ولا يتم الحديد ولكننا في العقل في المغرب ليست لدينا أي استراتيجية لا لغوية ولا تقافية كل ما في الموضوع هو أن ندبر هذا الموضوع الحساس وستراتيجي بطريقة قطاعية تقنية يعني وهذا في إشكال كبير لأن المغرب له جميع المقومات أن يكون رائدا لمجتهى التقافي يعني لا الموقع الجغرافي ولا الإرط الحضاري الذي ركمه المغرب وغيره من الأمور هي مقومات تجعلنا يعني ولكن الأسف الشيء لا يتم استثمارها وكما قلت لك الآن يعني يكفي أن تطالع يعني ما تشتغل به وزارة التقافة باعتبار القطاع الماني عن الموضوع ستجد يعني كل ما في الآن هو بوعد تقني والأسف الشيء والمغرب له مقومات لكي حتى يستغلها من أجل ما يسمى باقتصاد التقافة لأنها اقتصادية التقافة ونرى كثير من الدول الآن غزت يعني كثير من البلدان واستثمارت يعني واصبحت يعني استثمار ولكن مغريب للأسف الشيء لم ينحو بعدوه هذا المنحادي أنه يستثمر في هذا المجال للتقافة طيب هذا هذا سينقلنا إلى المحور الثاني ونريد فيه أن لا أقول نستغل ولكن نستثمر أيضا يعني التجربة التي كنتم فيها يعني مستشار لرئيس الحكومة في الموضوع الأمازيغية وفي الموضوع التقافي ونتكلم عن التدبير المؤسسي لتعدد اللغة والتقافي ولكن في قطاعات معينة والمجتمعي سؤالي هو كيف تدبر المؤسسة الرسمية قضايا التعدد في مجال الإعلام في مجال التربية وفي المجال الثقافي يعني كأنها قطاعات ولكن تدخل في سياسة عامة كما قلنا هو لأسف الإنسان لحقيقة لما كيتبع سياسة الدولة في هذا الموضوع حار وأنا جزء من الاشتغال في الأطرحة هو أنني اشتغلت على تدبير الدولة لتعدد اللغوي في مجال التربية والتكوين ووقفت فقط على تقارير رسمية تجدوا تقرير رسمية يقولوا كلام وواقع رسمية يقولوا شيء آخر فلهذا نحن نعيش فوضى يعني ضابط من الضوابط لدينا قانون إطار 51 17 اللي هو تربية والتكوين فيهم وقت ضايا تتفقنا ولا اختلفنا معها كانت لدينا رؤية استراتيجية ولكن لما واقعت المنظومة وواقعت تدبير المشاهد اللغة في المنظومة يعني تجدوك أننا وهذا الأسف الذي يقع دائما في المغرب هو أنه النص في جهة والممارسة في جهة أخرى وهذا يجب القطع معه في حق لأن الآن الفوضى التي نرى في المجال التعليم في إشكال في الإعلام كذلك نعيش في فوضى إن لم نعيش تلوت لغوي لا في الإعلام الرسمي ولا في الإعلام الخاص ليست هناك ضوابط ليس هناك استراتيجية واعية للدولة من أجل طراء هذا الأداء فالأسف الشديد والأمر كذلك في التقاف هو الآن نرى كثير يعني من المشهد التقافي هو يعيش على غير واعي أساسا وغير مؤطر بهذا كل ما تحدثنا لا في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ولا في القوانين المؤطرة لواقع يقولوا شيئا آخر وهذا يحتاجه إلى من الدولة يعني تأخذ بزمام الأمور لكي ترجع الأمور إلى نصاب يقول الدول منفتحة وهذا ليه يعني أننا نريد أن ننغلق لا أحد ضد الانفتاح ولكن الانفتاح الواعي ما الانفتاح الغير مؤطر من شأنه أن يطمس معالم الهوية الوطنية والشخصية الوطنية كنت معه في نقاشات عمومية وفي بعض المواقع التواصل الاجتماعي وبعض تصريحات لأشخاص مهتمين بموضوع الأمازيغية أساسا اتهامات أو انتقادات اللي أريد أن نكون أكثر لطفا موجهة للتدبير بعض الهيئات لموضوع الأمازيغية وأقصد أساسا تجربة العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة يعني لأنها كان سيناف ما شيء هي الحكومة كين هذا بمعنى تقسير تتهم بالتقسير في المجال هذا الأمر صحيح لأنك تجربة من الداخل هذا الموضوع ليس دفاع عن علاجها مؤينة ضد جهة ولكن إقرارا للحق ليست هناك هذا الأمر بعيد عن السروادة يعني الذي أشرنا إليه سابقا ولما نشتغل على موضوع حساس كموضوع التقاف بخلفيات إيديولوجية في هالممواحك الإيديولوجية هذا في أمر خاطئ وبالعكس يجب أن ننقى عن هذا الموضوع على المزايدة السياسية أنا الفترة التي تشتغلت في رأسكم مربما هي أحسن فترة من فترات الأمازيغية أولا توجد بأننا صادقا على مخطط حكومي مندمج لتفعل الطبار اسمه منشور يعني موكل أي حدا يتطلع عليه قدم حتى لجلالة الملك كانت هناك لجنة وزارية دائمة تشتغل كانت لجهان كان مشروع إذا جئنا الآن نرى كيف يضبر الملف الآن يضبر ملف القطاعي تشتغل فيه وزار الإصلاح الإدارة وانتقال الرقمي بشكل تربية الوطنية بشكل وهذا من الأمور أما في الفترة السابقة يشهد بكل الشركاء المستسف حقا أن الذي يشتغل هو رئيس حكومة يشتغل إدارة إدارة يمكن الاطلاع على المنجز خاصة بعد صدور القانون التنظيمي كانت فيها بصدق وكانت فيها منجزات لأسف تم التراجع حتى اللجنة الوزارية الدائمة التي رأسها السيد رئيس حكومة لم تنعقد منذ ثلاث سنوات وهي لها دور فعال في تتبع المختطة القطاعية والانسجام لها هي لم تعقد للأسف الشديد وهذا من شأنه أن يرجع دائما الملف إلى نقطة الصقر لأن الأصل هو أن يكون طرق إيجابي أما الرؤية دائما أقول بأن موضوع وهذه المسألة الشيطانة طالت على بعض الحوارات التي قدمتم وبعض الأعراء في هذه الفكرة ولكن أنا اختلف معها نسبيا لماذا لأن كنظم بين السياسة هي التي أوصلتنا إلى إقرار التعددية الضغط المجتمعي وغير ذلك الترافع بما في ذلك المزايدات التي قام بها البعض في وقت من الأوقات هي التي أدت بمعنى لا يمكن أن يصل للموضوع النقاش السياسي الذي هو مسموح به لا أقصد المماحكة الحزبية الإيديولوجية التي ربما يقول إنسان أي شيء من أجل نقاط على الخصم السياسي لأن إدخاله في هذه المزايدات من شأنه أن يؤدي بالموضوع لأن يخرج أما طرحه في إطار النقاش السياسي طبعا لا هذا لا أحد يمكن يصادر هذا الموضوع هو إذا كان نقاش حزبي في إطار مؤسسات هذا ليس مشكلة لأن كل حزب يتعمل مسؤولية ولكن مشكلة الذي يريد أن أناقشه معك هو الأفراد بعض الأفراد بعض الأشخاص يتكلمون في هذا الموضوع بمنطق تقاطبات يعني منطق سراحات الذي يبحث في في الجذور وفي أن هذا وافد وهذا أصلي وهذا وبالتالي قد ندخل في نقاش المغرب لم يطرح فيه أصلا هذا النقاش طرح بولدان مثل أستراليا أو البولدان التي قامت بشتاتات يعني في المغرب لم يطرح رأيكم في هذا النوع من المقاربات التي أسمها أستاذ سليماني الذي استضطناه في موضوع الأمازيغية هنا أسمها بخطاب الأهواء أنا كنت تابعت الحلقة لأستاذ سليماني وأنتفقه مع جمهاتنا أنا ضد هذه الأمور ومشروعي الذي أشتغل عليه هو مشروع لمواجهة هذه الأفكار وهذه الطيارات التي ربما قد تهدم هذا المشترك الذي نشتغل فيه نحن كمغاربة ويجمعون كمغاربة حتى الدستور كان دقيق لما قال بأن الأمازيغية ملكون مشترك لكل المغاربة إذن لا فرق بيننا وحتى تمسؤول الحفاظ الأمازيغية لا تتفاوت بين أن تكون ناطقة وعير ناطق هي الأقدار شاءت ألا أكون أنا ناطق والآخر عير ناطق ولكن نحن كمغاربة يجمعون أنها دائرة والمشترك ولكننا جميعا فليه هذا الخطاب الاتهامي والخطاب اللي فيه اللي فيه استدعاء بعض الأمور اللي هي الوافدة عن المغرب كان حديث على العيرق والغاز والأصلين هذا أنا لا اتفقوا ما هذا ومشأنه أن يأتي على الأخضر وليابيس في هذا المشترك الذي ينشأ وعلى الدولة أن تكون وعية بأن هذا وهناك جهة دولية التي تستمر في هذا الموضوع تستمر في هذا النعارات من أجل هذا المشترك نحن مغاربة يجمعنا المغرب ندبر اختلافاتنا وتنوعاتنا يعني تحت سقف المشترك يعني لا يعني ما شيء بمنطقة يعني والأسف الشيء أنا أتابع كثير من الناس اللي الآن أصبحوا هذا الموضوع بغاو يخدوه يكون واحد الموضوع يعني يكونوا حاضرين في الترند ده يهضر هذا الصراع العربي الأمنزي الصراع وكذا وكذا يبحث على الشواعد هو بحد الإنسان أنه أن يغلفها بأمور علمية أكاديمية وهو الموضوع يعني لأسف الناس وإلا رأى كثير من التاريخ المغربي حافل بالناس اللي يشتغلوا على هذا الموضوع بعلمية ولكن بعيدا على هذا النزق وبحيدا على جذب الأضواء وهذا لأن هذا ليس صالح الأمازي ولا في صالح أي أحد نعم أساسا ليس في صالح البلاد موضوع الهيئة إذا عدنا له ما دمنا نتكلم عن التدبير المؤسسي للتعدد المعد الملاكي التقافة الأمازيغية تم تأسيسه منذ سنوات أريد منكم تقييما لتجربته في معالجة الكثير من القضايا تربويان ومعرفيان وإعلاميا وأيضا نعود إلى سؤال المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هل إذا أسس هذا المجلس سيلغي المعد الملكي أم المعد الملكي التقافة الأمازيغية أم العكس يعني هل سيصبح المعد مجرد جزء من لأن البعض يرى أنه تأخير تأسيس المجلس الوطني في خدمة لتوجهما لرأيما لفئةما قطاعية أو جزئية فقط أبتأوه من حيث انتهيت صحيح هو من اللي خرج القناة التنظيمي 0-4-16 دي المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية نص على أنه كان واحد المجلس اللي هو مشترك وكان واحد واحد استدال الهائات والمعد الملكي واحد من ذلك الهائات فإذا المعد الملكي سينتقل منها أنه واحد مؤسسة وحددت بجانب الملك تقدمه المشورة إلى مؤسسة ضمن واحد هو عموما المعد الملكي قام بمجهودته معتبرة في الموضوع الأمازيغية من حيث الإصدارات ولكن أنا أعتقد أن المهمة الأساسية التي فشل فيها المعد الملكي هو أنه لم يستطع أن يملك فكرته للمعمول المغرب فتحس بي وكأنه جزيرة معزولة لا أحدا من المغرب يعرف عنه الشيء الكثير ماذا ينتج ماذا يفعل هذا إشكال حقيقي مؤسسة مثل هادي يجب أن تخرج إلى العلان وبتصورات وتكون هي شركة ونرى للأسف الشيء ذلك أنه في كثير من المواضيع التي تطرح ولا علاقة بالأمزعين المعد الملكي لا يتحق دائما بها ولا يكون فاعلا أساسيا في توجيهها بيدعوان يعني الضاهر المؤسس لا يسمح بهذا ولها واجهة ولكن عموما المعد الملكي يجب أن يشتغل على أن يكسر تلك الفجوة الذي بينه بين المشاوين إذا كنت تتكلم بإسم المعد هنقولك هذا ليس دوري هذا دور الإعلام صحيح الإعلام رسمي أو اجتماعي أو مواقع الإلكترون لا يقوم بهذا صحيح هو مسؤولي مشترا ولكن المعد له مسؤولية هو مدى مؤسسة عنده ميزانية هو جزء من الاشتغال لغسي يكون أنه يخرج للمجتمع المغربي ويعطيه هاد الأفكار اللي كيشتغلها اليوم وذك شي اللي كينجو وما يرتبط بالأمازعي هو أن يوليكه إلى الجمهور هو يتم القيام بهذا الموضوع أنا أتابع عنك تابعني الموضوع الاشتغال المعد الملكي في مختلف مركز دياله ولكن أنا كنقول بأنه الرئيان ما زال والمهمة ديال إن في تعلم المجتمع لا زالت فيها ما يدار وخصوص المعد الملكي يأخذ هذه المهمة بالشكل الكافي من أجل أن يوصل أفكاره إلى عموم المغربي وهلو شنا طرحت كثير من القضايا بما فيها موضوع الحسانية التي يقرر الدستور أنها جزء من الهوية المغربية وأنها مسؤولية أيضا جماعية شأنه شأن لماذا زيغية هذي جاوبنا بشكل عميق أو هيوقف ذلك النقاش حول تدريس بالدارجة أو غير ذلك من النقاشات التي يتيرت في المجتمع بغايات معينة حالك المجلس الوطني غيكون عندها الدور الدستوري الأساسي جدا والتالي سيدينا ذلك العقل أو ذلك في الكتاب تملك وعي للقضايا وليس للقضية وعيدة صحيح هو أن مهم الأساسي هذا المجلس الوطني هو أن يكون عند المؤسسة وطنية مرجعية تضم مختلف الأطراف لأنها فيها استدهاءات فيها المعنى الملكي فيها أكاديمية محمد السيئة للغة العربية التي لأسف الشيء لم تخرج إلى حيز وجود وفيها الهيئة المكلفة بالتعبيرات التقافية واللغوية وفيها الحسانية وفيها استعمال اللغات الأجنبية يعني كل الأمور الفوسيف اللي عندها علاقة بالمشاة التقافية يجمعوا هذا المجلس وتطرحوا تصورات ولكن مؤطرة طبعا في الدستور لا يمكن أن يطرح النقاش من أوله وكاننا سنخترعوا العجلة وإنما لدينا دستور لدينا طركمات ولكن عدم إخراج هذا المجلس من شأنه أن يفوت هذه الفرصة من أجل توحيد هذا الرؤى وتوحيد هذه السياسة اللغوية والتقافية في المغرب لذلك أنا أرى بأن التعجيل بإخراج هذا المجلس يعني مهم جدا من أجل تدبير هذا التعدد وهذا الفوسيف اللي عموما لدينا في المجتمع من يمكن أن يرافع لهذه الفكرة في نظرك والذي يمكن أن يرافع عليها حيث من كلميز كلميز بين الصلاحية الدستورية الصلاحية الدستورية صلاحية في يد الملك مع الحكومة باعتبر الملك ويعين رئيس المجلس والآمن العام ورئيس هذه الهائة بالإضافة للأعضاء وكل حكومة باعتبر لا أنا السؤال ومن يرافع من جعله أولوية جعل تأسيس هذا المجلس أولوية صحيح لأسف الشديد كثير من الفرقات التقافيين يبدو أنهم أنفسهم يعني ليسوا متحمسين لهذا الموضوع لأنه من شأن هذه المؤسسة أن تقرب وجهة النظار وأن تمنع هذا الصدام لأنه ستحتوي فأرى أنه غير حاضر في الأجوة حتى للفاعلين التقافيين مفترضا أن يرافعوا على هذا المجلس الكثير لا يرافع لأسباب هذا ولكن يخصي الترافع وفحقهم للناس الفاعلين سواء في اللغة العربية أو في الأمازيغية أو في التعبيرات الحسانية أو في المجالات التقافية ومخصوم يكون المجتمع المدني كما ضغط في لحظة الحراك وأطمار إقرار التعدد لا يبدأ أن يكون بنفس الحماسة من أجل إقرار هذه المؤسسات وإخراجها لحيث الوجود طيب نمشو سي شطل محور الثالث والأخير والليك يتعلق بالبحث الأكاديمي والعمل المدني أيضا في قضايا التعدد أنا بريد نسولك على دور البحث الأكاديمي في المجال لأن البحث الأكاديمي يفترض أن يقدم أجوبة نعود أن نستعر جملتك التدفع إلى التملك الوعي للقضية ومليك تتملك القضية جيدا ركت بحث على مخارج على حلول ودائما تتقلب على نقاط تقاطع لأن الأفق ديالك هو أفق الوحدة والنصيات ما ليس الوحدة ولكن على الأقل نسجام نسجام المجتمعي وعدم التفتث هو الأسف الشديد لبحث الأكاديمي أن في المغرب في هذا المجال ضعيف جدا بمقارنة مع الدول الأنجلوسكسونية فيها طراء كبير أكاديمي المختبرات العلمية والجامعة تشتغل على هذا المواضيع وتطرح أفكار في المغرب لا أعتقد بأن الجامعة هي في مقدمة من يجر في هذا الموضوع إذا كانت فربما إما في الوسط أو في مؤخرة الركب لذلك لا بد من الجامعة أو من نخبة الأكاديمية المغربية أن تأخذ هذا الموضوع للتقفاء ويعني هي التي مش أني أن تفتح أفاق حتى إذا اختلف السياسيون والفاعلون الرأي الأكاديمي هو مش أني أن يفتح أفاق ويطرح يعني رؤى ولكن للأسف شيء هذا غائب عندنا في المغرب وحتى لأن جزء من تجلية هذا هو ما تنشره الجامعات وما يعني يناقش فيها من أطروحات في هذا الوضوع قد يكون ضئيل جدا وحتى إذا نوقشت تنقش يعني لا تكون بالمواصفات لمنشأنها أن تدفع حتى الدولة لأن الجامعة نعرف في المنظومات خاصة الأنجلوس والسولية هي كثير منها تعرف الجامعة على أنها نسق أو تعرف على أنها واحدة البنية يعني مؤسستية ولكنها تؤثر على النسق المجتمعي في الجامعة في الغرب هي تؤثر على السياسة العامة وتؤثر على صنع القرار ولكن نحن في المغرب لن نصل بعد إلى هذا المرحلة لذلك توجيه النظر الأكاديمي والأكاديمي بهذا المواضيع هو من شأنه أن نفيد المغرب بالنسبة للنخب لماذا نخب إما أنها مع من يرفع العاصة بين من يقول كل شيء سيء وإما من يعزف على الطبل يقول كل شيء جميل وجيد هذا يقول سيء وهذا يقول صحيح وإنسان إذا لم تكن لديه الشجاعة الكافية العلمية لكي يقول الحقيقة ربما قد تجر عليك عن انتقادات ولكن هذا ليهم المتقف الأكاديمي لا يبحث على ما يريده الجمهور لا يقول ما يريده الناس لكي يصفقوا له المفروض في الأكاديمي المتقف أن يقول الحقيقة كما يرى هو بنسبة هذا أما من قبلها ولكن الأسف شديد المتقفين هم غير راضون على ما يقع ولكن الأسف لديه من قدرة على أن يخرجوا إلى المجتمع ويطرحوا أفكارهم بداعي أنه هذا صدع الراس الإنسان يباد عليه ولكن هذا لا يكون دائما صحيح فالمتقف الأكاديمي هو الذي يتحمل مسؤوليته التاريخية ونستعير هنا ما قول دي القرام شيء المتقف العضوي لما شيء متقف يشتغل في برجه بعاجي وإنما متقف يشتبك مع عمر المجتمع ليسعى أنه يكون عنده في موضع قضاء ونختم معك بسؤالين السؤال الأول تكلمنا بشكل مضمرا دامنيا ولكن نرجع ليه هو كيف ينظر الخارج إلى هذا تعدد إلى إقرار التعدد في المغرب كيف ينظر إليه وأقصد هنا الخارج الإيجابي وليش المغرب الذي يهدف إلى ملك لم يكن توصلك أصداء لعلاقات لهذا مسألة تعدد اللغوي في المغرب تعدد اللغوي التقافي لا شك أن الخطوة التي قام به المغرب كانت لها إيجابية عن مستوى العالمي وكثير من الجهات العالمية تلقتها وكنا نشتغل مع اليونيسكو مع عدد من المؤسسات لربما ترى هذا تنوع اللغوي التقافي مشأنه أن يكون مصدر غناء كما قلت لاقتصادي وغيره ومشأنه أن يدفع المغرب نحو آفق أرحب لأنه نعرف أن العالم الآن فيه صراع فيه تطورات فيه أمور إذا لم تكن لديك القدرة على تسويق العملة ما تكونش دائما حاضر عن الناس كاملين فالمغرب عنده هذا الفرصة وكثير من الجهات التي تشتغل مع المغرب هي تشتغل من أجل إبراز وشه الغناء التقافي لأنه في عقالما يجب المغرب وكشه الغناء والتنوع وهذا يعجبون بهذه الشخصية المغربية المتعددة فهما يطرون على الموضوع والمغرب من شأن أن يكون حاضر المستوى الدولي مثلا هذا التجريب لربما ركم هذا المغرب عن القرون لأنه الأقل الموضوع العربي الأمزيغ المغرب تباره لقرون هذا التدبير المجتمعي ولكن تدبير القانون هذا جديد تدبير قانون جديد صحيح ولكن الدولة نستضم بأنه ما عندنا وعد الآليات مؤسساتية التي تستغل باستمرار وبشكل واعي من أجل أنها تكون مكملة هذه الجهود الدولية فالأسف الشيء هو الذي يخل المغرب هو أنه عندما مؤسسة ما خرجه أو لا يتغير بتغير الحكومات وهذا كل من شأنه كما أنه يوصل الجواب هو هذا موضوع التقافي لأنه الأسف ما مدخلناش في المجال الاستراتيجي العابر للحكومات واللي وكيد على الزمن الحكومي وهذا نتمنى بالفعل أن الدولة تأخذ هذا الموضوع بما يستحق من عينها نختم معك سي شوطة بواحد سؤال على الإعلام في تدبيره لموضوع التعدد اللغوي تقافي في المغرب ورقشرت قبل قليل الموضوع التلوث اللغوي ونحن نعرف الليسانيات أنه يحدث على البيئة أو اللغة وأنه يكون تلوث كما يكون تلوث لغوي وسمعي وغير ذلك الإعلام نعطيك واحد تصيف إما سير إما نتقض كنشوف بأنه يكون نظرة خيسية العمل أكاديمي بمعنى نظرة غير إيجابية لعمل الأكاديمي وهذا ما كنتشجاش على أننا تكون عندنا تملك واعي لقضايا مثل هذه لأننا ما مطروح ما كنتش عند النقاش كالنقاش يل أشياء تتافيها وأشياء كذلك تعتبر هي الأساس وهي المهمة وهي صحيح هذا المشهد الإعلامي في المغرب لا هو علاق هذا الموضوع من جهاته من جهة هو أنه كموضوع هو كمشهد إعلامي إلى أحد يعكس هو هذا التنوع وعاد الحضور فيه وكما أتفق معك في الموضوع الذي مشيت وأنه الأسف الشديد هو أولا هذا المواضيع بعيدة في الطرح وحتى الحضور تكون حضور بواعد الشكل المشهد دائما جيد ونحن نشوف لحظة المناظر الشعيرة التي كانت في القناة التالية حتى الأطراف التي تعطيك وعاد الصور كيف نشوف هذا الموضوع لأنه ما معنى أنك نجيب وعاد الإطار الباحث من طيناة السياب العروي ونجيب مع وعاد الإنسان ما احترام له ولكن ما عنده جريبة الممكن أنه قد تكون له اشتغال كأي واحد يحضر كطرف مقابل كيف يبين بالفعل بأنه زاوية النظر لربما الإعلام يحملها لهذا المواضع فالأسف الشديد والترميز للتفاهات والتفاهات المواضع المرتبطة باللغة نجيب وغير بعض الأشخاص اليوم يشتغلون ويتقبوا هذا النسج المجتمع مع مرنك نجيب أشخاص حتى الناس العقالة لا يجدون مواطع قدم في المشهد الإعلامي المغربي بالعكس يعني يغيابون لصالح بعض الناس اللي يجيو يدربوا بهلوانيات اللي ربما لن تخدموا أي شيء وإنما ستكون تشكل أتقاب في هذا النسج المجتمعي المغربي اللي ربما المغربي ستطعنا ويضبروا مجتمعيا سنوات ونجا فيه الآن سنجيو لدينا إقرار للسور ودينا وضع قانوني ولكن ما سنجي يدي بنا للأمور فالإعلام المغربي مطالب أنه يحتضن هذا النقاش وأنه يجيب الوجوه من شأنها أنها تساهم في الترشيد ديال هذا التدبير وليس في إذكاء النعرات والإشكالات اللي ربما قد لا تفيد أي أحد شكرا سي شوطان عجبتني هذه الكلمة هذه الهلوانيات مهمة جدا نشكرك جيدا على صراحتك وعلى تملك الموضوع وعلى الكلام بلغة غير خشبية لغة مباشرة واضحة ومسؤولة أيضا شكرا شكرا جزيلا لكم أستاذ من تحميل على هذه الفوسحة التقفية لنتمنى أن يتلقى استحسان عن المتابعين ديالك إن شاء الله بارك شكرا